عندي كلمة السلمي ولا حد يعتدي على الآخر وين تنتهي حريتك وقت اللي تبدأ حريتي القانون هو الإطار الأنسب بل الوحيد خلينا نقوله اللي خلينا نعيشه في سلام يلزم القانون يكون هو ما تيمثل القانون السلطة على البشر ولا أن يكون للبشر سلطة على القانون القانون والعدل متربتين متربتين مع بعضهم ارتباط شديد خلينا نقوله ارتباط حميمي ولا يمكن لأحدهما لا يمكن لا للقانون والعدل أن يكونوا بعيدا على الآخر وهما كتلة واحدة متربتة العدل بوجود القانون يزيل كل أنواع الظلم ولا يترك له أثر ويعطي درس لكل ظالم وكما قال أحدهم أن القانون أساس الوجود فقد وجد لكي تستمر الحياة بشكل جيد وليسهل أمور الحياة فأهداف القانون سامية لمن أراد استغلالها كما يجب ومبتغى القانون من أنزه المبتغيات وأفضلها على الإطلاق ولأن القانون أساس الوجود ولقيمته الكبيرة ولأنه المعظم لا يعرف بالقانون وبحكمته لا يعرف بالقانون وبحكمته بينما من المفترض أن نكون جميعا على دراية به كما يقولوا بالفرنسا أما العدالة والعدالة القانونية بالتحديد لا تحمي حقوق المواطنين فحسب بل تعزز التطبيق العادل والمنصف للقوانين وتضمن معاملة معاملة جميع الأفراد على قدم المساوات وأن القرارات القانونية تستندي للحقائق والأدلة باختصار تضمن العدالة القانونية المساوات أمام القانون القوانين فإن كانت بلا تنفيذ فهي عبارة على نصيحة لا غير مع أنك تعمل لانتقانون ما تنفذوش كانك عديت لانصيحة والحرية بلا ضوابة وحدود تعد انحراف وتسيب على النظام هكذا تبنى الدول وهكذا تمنم المجتمعات نحن نسأل نفسنا أي دولة نريد مبنية على هذه القيم والمبادئ وإلا فوضى وتسيب وانحراف وإنفلات من العقاب رهي المدينة الفاضلة اللي أثارها إفلاطون في فلسفته لفموز أوتوبيا هي رهي مدينة خيالية يسكن فيها الناس طيبين يعيشوا فيها في سلام ووئام لا يعرفوا فيها لا الغل ولا الحسد ولا حد شيء والمدينة هذي رهي ما فماش وموش موجودة ولكن خلينا نحلموا بها المدينة اللي نجموا نبنيوها مع بعضنا ما تنجم تكون إلا بالنظام بالحرية والعدالة والنجم زيدوها تعفوشنا والنجم زيدو فيها انترنت يمشي مليح والكار توصل في الوقت والتاكسي دي ما في ثنيتك والتلميذ في دمدرسة ليقة يتعلم ويعمل رياضة ومسرحو هنا وفضائي الثقافية في كل حومة ومستشفى تراقية وانهو جيت نظيفة وإذا شنية الدولة اللي احنا نحبوها وانت دليل كم لك وانت دي كلمان